اشتركوا في القناة وستحصل القائمة المشتركة على 11 مقعدا فيما سيحصل حزب يمين على 10 مقاعد وحزب إسرائيل بيتين على 9 مقاعد ووفق استطلاع الرأي سيحصل كل من حزب العمل وشاس ويحدود هاتورا على 7 مقاعد وسيحصل المعسكر الديمقراطي على 6 مقاعد بينما لن يتجاوز كل من أطماء يهوديت وزيهوت نسبة الحسم